السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي مع الفصل السادس من قصة تعليم مبارك. الفصل بتاعنا بعنوان وزير التربية والتعليم. احنا عرفنا اولاد في الفصل السابق ان علي مبارك بعدما ظهر اهله اتجه الى الاسكندرية وذهب عنده جليز بيك وعرفنا كمان ان هو عندما كان يجلس مع الامراء وبعض الضباط جاءها امر من عباس الاول بحضوره حالا. واتفقنا اولاد ان كل فصل من فصول القصة في الترمي ده في بعض صفات لعلي مبارك وكل اه هذه الصفات بتؤهله الى اه عمل الماء او الى اه موقف الماء. تعال اتعرف كده على صفات علي مبارك. نبدأ ولاد في الفصل بتاعنا النهاردة بيقولك كان علي معروفا بايه بسعة اطراعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته على ادارة ما يكلف به من اعمال وان لم تكن في تخصصه الهندسية. دي كلها صفات حلوة ولا وحشة? لا صفات طبعا جميلة لعلي مبارك. انت يكون عندك سعة اطلاع يعني بتكرأ كتير. اه قصص القرارة. علمه وثقافة يعني لا. قصرة في العلم والثقافة يعني. بش بتفهم في مجال واحد لا بتفهم في عدة مجالات. وكمان قدرته على ايه? على ادارة ما يكلف به من اعمال. يعني يقوم بالاعمال التي يكلف او تسند اليه. حتى ازا كانت هذه الاعمال في غير تخصصه الهندسي. تمام. فده كان اول معلومة عندنا في الفصل ان هو معروف بالصفات دي. تعالي نشوف ايه اللي حصل بعد كده? يقول لك لم يكن للمدارس المصرية حينزاك قانون ينظم سير التعليم فيه. احنا عارفين ان ان التعليم كان في ايدي لايه? الاجانب يعبسون فيه كما يشاءهم. كما يشاءهم طبعا مش هينفع الاجانب يهتموا بالتعليم. فكانوا اه لم يضعوا قانون ينظم سير التعليم فيها. فايه اللي حصل بعد كده? اراد مين? عباس ان هو عباس الاول ان هو يضع قانون ينظم سير التعليم وطبعا يحقق الفائدة من العملية التعليمية. فبيقول يا ولاد اسند الامر الى بعض اه المختصين ولكنهم لم يستطيعوا ان يحققوا الرغبة المطلوبة. معنى كده ان هم وضعوا قانون. لكن هذا القانون لم يحقق الرغبة المطلوبة من اه هذا القانون او لم يحقق الفائدة من العملية التعليمية. اه فطبعا عباس اه اتجه الى امين اتجه الى علي مبارك. لان عباس كان يعلم الكثير من الصفات الجيدة عن علي مبارك. فدع عباس العالم الجليل علي مبارك. طبعا عالم لان هو يعرف اه في الكثير من العلوم حتى اه في غير تخصصه. فدع عباس علي مبارك واسند اليه ذلك العمل. ايه هو العمل ده? اللي هو وضع قانون للتعليم. ايه اللي حصل بعد كده? اه بيقول لي طبعا اه احنا قلنا اولاد ان عليه مبارك اه نتيجة صفاته اللي احنا اتكلمنا عنها. قلنا ان هو كانت بتسند اليه اعمال يعجز غيره عن القيام بها. والدليل على كده اللي احنا قلنا من اه من شوية قلنا ان اه عباس عندما اسند الامر للمختصين. اللي هو في تخصص. لم يحقق الرغبة المطلوب. فاسند الامر الى علي وكعادته كان يقوم بها خير اه قيام. اه فوضعه اي وضع هذا القانون وعرضه عليه يعني عرض هذا القانون على عباس. فنال اعجابه. اعجب اه عباس بهذا القانون. وعمل ايه بقى جزاء لذلك? اه انا عم عليه بردبة الاميرالاي. وعينه كمان ناظرة للمدارس او وزير للتربية والتعليم. وبكده كان هو اول مصري يتولى مثل هذا اه المنصب. اه ردبة اميرالاي دي اه ردبة كبيرة جدا. وعينه ناظر للايه? المدارس. اه وزي ما قلنا كان اول وزير يتولى مثل هذا المنصب. تمام. يقول لك سؤال ما الامر الذي اسنده الخديوة عباس لعلي مبارك في ميدان التعليم? اه خد بالك في فرق ما يقول لي ما الامر وما المنصب. الامر اللي اسنده هو وضع قانون ينظم سير التعليم في المدارس المصري. لكن لو قلنا ما المنصب هنقول اللي هو اه اميرالاي. اميرالاي. اه وصلنا للسؤال الاول في رحلتنا لحبيبنا المتفوقين. السؤال بيقول لماذا اراد عباس ان يضع قانونة للمدارس المصرية? اه بيقول اولاد اه طبعا علي اه عندما اه اصبح وزيرا للتربية والتعليم بدأ اه يطور في التعليم. اه لانه علي عانى كثير في التعليم. فاكرين كده في اه الفصول السابقة اللي خدناها في الفصل الدراسي الاول. انه هو عانى كثيرا مع طريقة المعلمين الصعبة. عانى في اه المدارس قصر العيني وابي زعبا. من المأكل ومن المشرب. فبالتالي هنا اه حاول ان هو ما عاناه في اه اه اثناء تعليمه ان هو اه يصلحه عندما اصبح وزيرا للتربية والتعليم. فبيقول لي اول مظهر من مظاهر اهتمامه. اعطى عليه مباركة تعليم اكبر رعاية واجلها. فكان يضع بنفسه الكتب للمدارس او يعاون المعلمين في تأليفها. يبقى هو دلوقتي هيهتم بمجال الايه? بمجال اللي هو التعليم في المناهج الدراسية. اه المناهج والكتب. خد اركز في سؤاله لان هو بينسأل في اكتر من جزئية هو الجزئية اللي انا بشرح فيها دلوقتي جزئية المناهج والايه? والكتب. كان في حاجتين بيعملهم. يضع. يضع بنفسه الكتب. يا اما يعاون المعلمين في ايه? في تأليفها. يعني هنا معنى يؤلف يعني يا مستر او يضع المناهج الدراسية. اه دي اول جزئية علي مبارك اهتم بيها في التعليم. انا بتكلم في التعليم واول جزئية اكلمت في هذا الوقتي المناهج والايه? والكتب. طب تعالوا نتكلم في جزئية تانية. قال لي مظاهر كمان اهتمامه بالتلاميذ اولاد. اه قال لي كان يشرف على مأكل. فاكرين كده ان هو كان بيتناول كانت طعام رجيء فكري ها هو لم يأكل سوى الجبن والايه? والزيتون. والزيتون. فبالتالي اهتم بمأكل التلاميذ. كمان اهتم بملابسهم وراحتهم. الراحة اللي كانت المفروشات ان هو اه لم اه اه. كان يشتكي من مفروشات حسر الحلفة. وكان يشتكي من المعلمات الغليز. والتعليم ان كانت طريقة المعلمين في ابي زعبل مثل الصحرة والالغازة التي لا. لا يفهمها. اه لا يفهمها. فبدأ يهتم بكل هزي الايه? الاشياء. ده يعتبر الجزء التاني بعد المنهج والكتب. بدأ يهتم بالمأكل والملبس وراحت وتعليم الايه? التلاميذ. يبقى ده اهتمام عليه بالايه? بالتلاميذ. لو قولك كده اذكر مظهر اهتمام عليه بالتلاميذ. هنقول اه الكلمة اللي احنا قلنا. اه كانت كمان يعلم التلميذ كيف يلبس كيف يأكل كيف يقرأ ويكتب. يبقى دلوقتي اهتم كمان حتى بالمظهر العابة بتاع التلاميذ. اه اللي بسهم يكون مناسب. الاكل بتاعهم يكون مناسب عشان خاطر ما فيش حد يكون مستائم من الاكل. وآآ طريقة التعليم الصحيحة والكراءة الصحيحة والكتابة الصحيحة. آآ بيقول لأوليه السؤال التاني اللي ايه يا حبيبنا? بما انا عم عباس على علي مبارك هنا ما نجح فيه ما كلفه به. آآ قلنا هنا انا عم عليم ايه? في آآ عندما وضع قانون. وآآ ننتظر اجاباتكم في التعليقات. نكمل باقي الاحداث. كان ايضا يلاحظ المعلم. دخلنا على جزئيات كم? التالتة. خلصنا الكتب والمناهج. وخلصنا التلاميذ دلوقتي فين? في المعلم. خد بالك يعني هو بيهتم بالعملية التعليمية ككل. لان كله بيكمل بعضه. كتب تلاميذ معلمين. آآ حتى الخدمة اللي هما الناس المسؤولة على خدمة آآ التلاميذ والاشراف عليهم. كان يشدد على الضباط والخدمة آآ. آآ كان ايضا يلاحظ المعلم كيف يلقي الدروس? وكيف يقدب الايه? التلاميذ. ليه بقى كل ده نفسه يخلق جيل. واعي وقادر على خدمة. خدمة البلاد. نعم. فبيقول لي هنا كان آآ كيف يلقي المعلم يعني طريقة شرحه للدروس. وكيف يقدب التلميذ ويرشدهم الى ما ينبغي ان يكون. يعني عندما يخطئ التلميذ المفروض انه ايه آآ. المعلم يقومه بقى. يقومه ويربيه. ويرشده كمان الى آآ ما يجب ان يكون يعني ينبغي عن يكون عليه التلميذ. ينشأ التلميذ صحيحا واعيا. وقادر على خدمة البلاد. آآ قال لي كمان كان آآ يدخل عنده فرقة يعني عنده صف الدراسي يتفقد احوالها يعني يتعرف على احوال التلميذ وكان يشدد على الضباط والخدمة في القيام باعمالهم على خير آآ قيام او على اكمل وجه. طبعا اولاد دي حاجة كويسة لما يكون ناظر المدارس او الوزير بيدخل عند كل فرقة وعند كل فصل وعند كل صف ايه يشوف احوال حاجة كويسة وبتشجع العملية التعليمية ككل. وكان ايضا. آآ احيانا يلقي عليهم بعض آآ الدروس. فدي كلها طبعا مظاهر لاهتمامه بالعملية التعليمية او بالتعليم ككل. ككل. لو قال لي هنا آآ مظاهر اهتمام عليه بالكتب. هنقول ان هو كان يضع الكتب بنفسه. او يعاون المعلمين في تأليفها ووضعها. بالنسبة للتلاميذ. كان يشرف على مأكل والبس وراحت وتعليمهم. آآ كان يعلم التلميذ كيف. يأكل وكيف يلبس وكيف يقرأ وكيف يكتب. آآ جميل. ده بالنسبة للتلميذ. طب بالنسبة قولنا للمعلم. كان ويلحظ المعلم كيف يلقي الدروس وكيف يؤدي بالتلاميذ ويرشدهم الى ما ينبغي. وايضا كان يشدد على الدباط والخدمة للقيام باعمالهم خير قيام. كان احيانا يلقي عليهم بعض الدروس. اه. لو قال التعليم يبقى هو عايز التلاتة دول مع بعض. المناهج والتلاميذ والمعلم. طبعا هاي بسوان طوي. لكن لو خصص طبعا هقول ايه? نخصص احنا برطة وكل واحد على حد. تمام? فيما يخصه جميل. بيقول لأولاد ما الاعمال التي كان يقوم بها علي آآ مع تلاميذه. قلنا اولاد ان هو كان يشرف على مأكل التلاميذ وملبسهم وراحتهم وتعليمهم. فيعلم التلميذ بنفسه كيف يأكل وكيف يلبس وكيف يقرأ ويكتب. يبقى نخصص التلاميذ يبقى عايز الجزء الخاص بالتلاميذ. او طبعا ولماذا كان يتهم بذلك? لكي ينشأ التلميذ صحيحا ويعين خادرة على خدمة بلاده. وصلنا لسؤالك عن الاخير. آآ بيقول لي اذكر ما يدل على اهتمام علي مبارك بالتعليم والمدارس. يبقى عايز التعليم ككل خد بالك ما خصصت حاجة معينة في التعليم. آآ زي ما احنا آآ قلنا لنا باهتمام. حتى يعرفتم جاءوا على السؤال آآ بتاعنا. وآآ ننتظر تعليقاتكم في آآ إجاباتكم في التعليقات. وعلى وعد اللقاء اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر